موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا المنساء كان للقاء مع السيد الرئيس قيل سعيد بدعوة من سيادته وكان حديث حولها مسألتين أساسيتين مسألة سير المجلس وترتيب جلسة تزكية حكومة السيد الجملي والرئيس عبر عن شدة تمسكه باستمرارية الدولة ولاحظ بأن هناك تراخيا في سير دوليب الدولة الدولة مستمرة ولكن هناك طالت المدة وهناك تراخي في عمل مؤسسات الدولة وبالتالي هو حريص على أن تعود الأمور إلى نصابها ونخرج من حالة الفراغ أو شبه الفراغ تعيش في البلاد وليس عبر الرئيس أنه ليس بل هو حريص شديد الحرص على أن تنجح حكومة السيد الجملي وأن تزكى لأن البديل عن بالك صحيح أنك بديل دستوري ولكنه لا يتمنى أن تأولى الأمر إلى ما يسمى حكومة الرئيس وأن كان السيد الرئيس ينكر هذا الاسم لأنه يعتبر الحكومة حكومة الشعب التونسي ليس حكومة الرئيس لا يتمنى أن تأولى الأمور إلى هذا المآل لأنه هناك مزيد من التطوير مزيد من التراخي مزيد من ضياء الأوقات وحريص على أن تقوم حكومة شرعية ونعود إلى وضع عادي في المسألة الثانية الأساسية تعلقت بموضوع ليبيا وانعكساته على الوضع التونسي والرئيس أكد على تمسك تونس بالشرعية الدولية وحرصها على أن تقوم الشرعية الوطنية عبر انتخابات حرة نزيهة تعبر عن يارات الشعب الليبي ترجمة نانسي قنقر